تعرف ايه عن منتخب لاتفيا مش كتير مننا يعرف عن منتخب لاتفيا الا انه منتخب ضعيف بيشارك بس في التصفيات الاوروبية ومش بيتاهل لحاجة لكن اللي ممكن تكون مش عارفه ان منتخب لاتفيا شارك مرة واحدة في بطولة اليورو المشاركة التاريخية للاتفيا كانت في يورو 2004 علشان يكون اول واخر منتخب من دول البلطيق يتاهل لليورو بدأ منتخب لاتفيا البطولة بالخسارة من التشيك لكنه قدر يسجل هدفه التاريخي الوحيد في البطولة عن طريق مارس فيرباكوفاسكس وفي الموتش التاني قدر منتخب لاتفيا انه يتعادل مع المانيا تاني العالم علشان يحقق اول نقطة ليه في البطولة والوحيدة لحد دلوقتي وفي الموتش التالت خسر من هولندا 3-0 علشان يوضع البطولة تعادل منتخب لاتفيا مع المانيا كان تاريخي بكل تأكيد لانها كانت النقطة الوحيدة ولكن كمان كانت تاريخية لانها كانت سبب خروج المانيا واحد من المرشحين للقب من المجموعات